حدثنا مصعب بن المقدام ومحمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي أجويريتي أن معنى بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه فكان أبي يزيد خرج بدن نير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم ابن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع أنه سمع معنى بن يزيد أو أبا معنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتمع في مساجدكم فإذا أجتمع قوم فليؤذنوني قال فاجتمعنا أول الناس فأتينه فجاء يمشي معنا حتى جلس إلينا فتكلم متكلم منا فقال الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقتصر وليس وراءه منفذ ونحو من هذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فتلاوامنا ولما بعضنا بعضا فقلنا خصنا الله به أن أتانا أول الناس وأن فعل وفعل قال فأتينه فوجدناه في مسجد بن فلاء فكلمناه فأقبل يمشي معنا حتى جلس جلس في مجلسه الذي كان فيه أو قريبا منه ثم قال إن الحمد لله ما شاء الله جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإنه من البيان سحرا ثم أقبل علينا فأمرنا وكلمنا وعلمانا حانا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عاصم بن كوليب قال حدثني أبو أجويرية قال أصبت جرة حمراء فيها دانانيرو في إمارة معاوية في أرض الروم قال وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليمين يقالوا له معنو بن يزيد قال فأتيت بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفلى إلا بعد الخمس إذا لا أعطيتك قال ثم أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت عليه قلت ما أنا بأحق به منك حدثنا هشام بن عبد الملك وسريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي أجويرية قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو أجويرية عن معني بن يزيد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخاصمت إليه فأفلجني وخطب علي فأنكحني ترجمة نانسي قنقر